السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بلد أشجار الأرض الشامخة من سويس للشرق التي تشع شمسها جمالا من الأرض التي أنجبت لنا جبران خليل جبران أمين معلوف جورجي زيدان ربيع جابر وأمين الريحاني والكثير الكثير من المبدعين مع اليوم من لبنان الروائي محمد طرازي أهلا وسهلا بك أستاذ محمد أهلا أهلا بكم كما هو دأبنا في البودكاست كتب داد نوكل مهمة التعريف بالضيف إلى الضيف نفسه من هو محمد طرازي أولا أنا لبناني ولكن أنت لا تحررني من لبنان أنت تحررني من جنوب السودان هذه اللحظة جميل أنا أنا موجود في جنوب السودان أنا هو أصعب من أصعب الأشياء أن يعرف المرو بنفسه كي أكون كي أكون صريحا ولكن أنا روائي وكاتب لدي تسع روايات إحدى هذه الروايات هي لأدب الفتيان وكما فهمت منك أنك تردب في الإشارة إليها أكثر من سائر الأعمال على الاعتبار أنك طلعت عليها قبل أن قبل أن نلتقي اليوم لدي تسع روايات كما قلت كتبت في التخيل التاريخي بشكل أساسي اهتممت بالتاريخ الأفريقي حيث أقمت في شرق أفريقيا لعقد من الزمن الذي يمع فيه موزنبيك وبعض الدول المجاورة فكتبت تلاثية الحلم الأفريقي يعني عبارة عن ثلاث روايات في تناول الوجود العربي في تلك المنطقة ماليندي جوزو القرنفول وعروس القمر لدي رواية ربما تصدر خلال الأيام المقبلة وهي ميكروفون كاتم صوت وأحببت أن أقدم عملا أيضا لألكتريبيان فكان كتاب سر الطائر الذي أقض صوت ماذا تقول بعد؟ زميل سنتحدث اليوم ليس فقط عن سر الطائر الذي فقد صوته عن محمد طرزي عن أعماله محمد طرزي الحاضر لا بد له من قرين آخر بالماضي لو تحدثنا عن البدايات بداية الكتابة التي غالبا ما تكون مسبوقة بحب القراءة هذا دقيق طبعا نحن نصبح كتابا بعد أن نكون قد قرأنا ما يكفي من الكتب وأحببنا نمطا معينا من الكتابة وبدأنا نأخذ هذا النمط نحاول ونفشل ونحاول ونعيد الكرم طبعا في البدايات كنت قارئا في علم أصغر كنت مهتما بالشعر على اعتبار أن ما يعتقد المرأة أن الشعر أسهل من أنك تكتب رواية 200 صفقة أو 300 صفقة كنت مهتما بكتابة الشعر لكنني لم أفلح كما يجب لكنني كنت مواظبا دائما على الكراءة وكانت وكانت كراءة الروايات إحدى إحدى أهم اهتماماتي اهتممت للغاية بالتخيل التاريخي وأن ذكرت أمين معلوف وذكرت آخرين حتى ذكرت الكاتب المعاصر أيضا ربيع جابر اهتممت بقراءة التخيل التاريخي وحين قررت أن أكتب كتبت بداية في التخيل التاريخي بدأت الكتابة أو أول كتاب صدر لي يعني نحن نبدأ الكتاب قبر في العادة منذ الصغر يعني لا نستطيع أن نحدد متى كتبنا متى بدأنا في هذا المشروع لكن نستطيع أن نحدد متى نشرنا هذا أمر سهل رواية الأولى نفرتها عام 2010 وكانت النبوءة كتبتها قبل الإقامة في مصنبي كنتم مقيما في مصنبي وبعد ذلك شرعت بالاهتمام في حكاية الحلم العديد وكتبت ثلاث روايات في هذا الشعب والمسيرة والمسيرة مستملة جميل أنت تحددت أنك تجري اللقاء الآن من جنوب السودان وكتبت الرواية وأنت مقيم في مصنبيق بعودة نالك إلى كتاباتك نجد ارتباطا وثيقا بين محمد طرازي وأفريقيا سواء في ثلاثية حكاية الحلم الأفريقي أو في روايات أفريقيا وناس ليسوا مثلنا أين يكمن السر في هذا الارتباط؟ السر يكمن في الإقامة في الحقيقة هناك الهوية الأولى التي نكتسبها عبر المكان الذي نولد ونترعها وهناك الهوية الأخرى التي نكتسبها من خلال الإقامة في عمر ربما مبكة يعني هي هوية مكتسبة بحكم البيئة الجديدة التي انتقلنا إليها يعني أنا انتقلت إلى أفريقيا وكان لدي من العمر 23 سنة 23 عاما انتقلت إلى موزنبي ونحن نتحدث عن سنوات كثيرة نتحدث عن سنوات كثيرة من الإقامة في إفريقيا في شكل عام وأتحدث عن إفريقيا الصمراء أو السوداء أقمت في شرق إفريقيا ما يقارب عشر سنوات أو تساث سنوات أقمت في غربها عيدنا في أنغولا ما يعادل سنتين والآن في جنوب السودان وجنوب السودان سياسيا التحق أيضا بشرق إفريقيا يعني فإذن سبب اهتمامي بأفريقيا هو ناتج بشكل أساسي عن وجودي في هذا المكان واهتمامي بهذا المكان واكتشافي أنا اكتشفت الوجود التاريخي العربي في شرق إفريقيا خلال إقامتي في شرق إفريقيا يعني قبل أن أأتي لهذا المكان لم تكن لدي أي فكرة عن هذا الوجود في هذه المنطقة وكما أعجبت بهذه المعلومة المتأثرة اعتقدت أن ثمت آخرين قد أيضا يهتمون بهذه الفكرة إذا ما كتبت عنها على اعتبار ليس بوسع كل الناس أن يعيشوا التجارب نفسها التجارب نفسها لكن بوسعهم أن يطلعوا على تجارب الآخرين أو قراءة الآخرين للأماكن التي عاشوا بها عبر كتبهم جميل تحدثنا عن أفريقيا في كتابات محمد طرزي الأمر الذي يدفعنا للحديث عن شيء آخر يميز محمد طرزي كروائي إنه التاريخ التاريخ في أعمالك يحضر بشكل جلي مما يجعل القارئ يتساءل لماذا كل هذا الشغف بالتاريخ وأنت الحاصل على إجازة في قانون ماجستير في الاقتصاد أين السر الثاني والسر الآخر في علاقتك بالتاريخ بالفعل أغلب الزوايات التي نشرت كانت فيها التخيل التاريخ ونحن نقول تخيل التاريخ ولا نقول في التاريخ على اعتبار نحن أو أنا لست بمؤرخ وإنما أقرأ التاريخ أستخدم التاريخ كإطار لأعمال أدبية وأبتكر إلى حد ما الحبكة أو أبتكر التفاصيل التي ربما أغفلها التاريخ هذا ما يقوم به المهتم بالتخيل التاريخ وهذا ما أفعله كتبت أيضا رسالة النهو وأنت محق وهي رواية عن زمان بن المقفع وهي رواية أيضا في التخيل التاريخ اهتمامي بالتاريخ هو اهتمام شخصي يعني أنا كما قلت لك في البداية حين شرعت بقراءة الروايات شرعت بقراءة الروايات التاريخية أو الروايات في التخيل التاريخ هناك روايات يمكن اعتبار ويمكن أن اعتدرها روايات تاريخية صنفة فهذا ما ألغب فيه في أن أقول له اهتمامي بالتاريخ إذن ينبع من الرغبة الشخصية وهي رغبة كافية وقوية حتى أكتب هذا العدد من الروايات في التخيل التاريخي الاقتصاد والقانون هي شهادات جميعية يعني كان لابد أن أكتسب أن أدرس في مجالات تقنية معينة الأمور لك تعلق بالأدب والفن ليس لها علاقة دائما لا يوجد دائما علاقة وثيقة بينما ندرسه أكاديميا والفنون يعني أنت ذكرت أيضا أنني معلوف أنني معلوف درس الاقتصاد وعمل في الاقتصاد في البداية كسحات الاقتصادي وذكر ذبيع جابر أخال أنه أيضا درس الفيزياء وبالتالي الكتابة كأي نمط آخر كأي فن آخر ليس له علاقة مباشرة مع ما ندرسه لأننا لا نعرف كيف ستأخذنا الحياة ولن ندرك في اللحظة التي ندرس فيها اختصاص معين أن اختصاصا آخر في حالته والأدب هو الذي سيصبح الاختصاص الأساسي جميل هل يحرص محمد طرزي على أن تكون المعلومات التاريخية الواردة في رواياته أن تكون معلومات حقيقية موثوقة أحرص أحرص لا أحرص لا أحرص كثيرا لا أحرص كثيرا ودائما أقول أن ما أكتبه الكتب ذات التخيل التاريخي أشدد على كلمة التخيل التاريخي لا تنظر لأن تكون مرجعا تاريخيا يستطيع شخص أن يعتد بما جاء بهذه الرواية أوتيك ولكن طبيعة الحال لا نستطيع أن ننسب لابن المقفى سيرة الفرستق ولا نستطيع أن نتحدث عن العرب في شرق أفريقيا فننسب ليهم تاريخ العرب في الأندر هناك حد أدنى من الحقائق الحقائق الثابتة التي يستخدمها كعناوين عريضة أو كإطار كما قلت في البداية هي إطار لهذا العمل هذه الأطور لا يمكن أن نبدلها يعني حين نتحدث عن التاريخ العرب في شرق أفريق نتحدث عن السلطان العمانية نتحدث عن السلطان سعيد من السلطان أشخاص حقيقيين يعني لهم مأثر لهم أرث معين لا يمكن أن نتجاوزه ولا يمكن أيضا أن نبدله بهذا المعنى لكن حين نتحدث عن تفاصيل هناك علاقات نحن نبتكره نحن نبتكر العلاقات الجزئية في الإطار العام الذي من المفترض أن يكون تاريخا حقيقيا أما التفاصيل فهي مختلقة في هذا الإطار الثابت أي أن الأحداث الحبكة الحواراق التي يمكن أن تضور بين أشخاص حقيقيين فهي بالمجمل بالمجمل هي من بنات الخيال جميل رسالة النور رواية عن زمان بن المقفع حيث تذور الأحداث أحداث الرواية بين الماضي والحاضر بين الواقعي والمتخيل عمل يستحق للتشجيع سؤالي عن كتابة الرواية التاريخية أو ما تسميها التخيل التاريخي هل يمكن القول بأنها تجهد الكاتب بالقراءة في التاريخ والتحقق من مصادره عكس باقي أنواع الروايات وبالتالي هل يمكن القول محمد يقرأ ليكتب أم يكتب ليقرأ في هذا النوع من الرواية طبعا الروايات كرسالة النور أنت سألت أقرأ لأكتب أو أكتب لأقرأ يعني لم أستطع أن أربط بهذا يعني السؤال لم أستطع أن أربطه أربط بعض يعني بعضه ببعض لكن دعني أقول لك حين قررت أن أكتب حكاية الحلم إفريقي أو رسالة النور لابد أنني قد طلعت قصدا وعمدا وبذلت جهدا معينا بحثيا لكتابة هذه الأعمال التاريخية يعني كان القصد جميل القصد هو أن محمد مثلا كان يقرأ فجأة أثرته شخصية ابن المقفع فقال لما لا أكتب رواية عن ابن المقفع أم أن الفكرة أتت ثم بدأت البحث عن تاريخ ابن المقفع هذا القصد من الله جميل جميل هذا صحيح هذا يحصل عادة يحصل خلال اطلاعنا على على أي كتاب على أي مقالة على أي فكرة على على يوتيوب على فيلم تثير تثير فكرة معينة أو شخصية معينة انتباهنا فنسعى إلى التمحيص أكثر وإذ بنا نخرج بكتابة رواية في حالة ابن المقفع لا أذكر يعني هذه الرواية كتبتها أخاني 2015 من الماضة سنوات لا أذكر لا أذكر صدقا يعني لا أذكر ما دفعني إلى كتابتها وكيف وصلت إلى ابن المقفع يعني ربما كنت أطلع على رسالي إخواني الصفاء لما أعد أذكر لكي أكون صادقا معك في معنى حكاية الحلم الإثريقي قلت لك حكاية حلم الإثريقي حين ذهبت بزيارة إلى دنجيبار فجرت بهذا الوجود التاريخ العربي وفجرت بجهني له فعمدت على البحر ليس بغرض الكتابة في تلك اللحظة ولكن بغرض المعرق وبعدها عمدت إلى كتابة جزر القرون فول ولما أكن أنوي كتابة صراحة ثلاث روايات في هذا الإطار لكنني شعرت أن لدي الكثير كي أقوله ولا يصلح أن يقال في رواية واحدة فأقلته في ثلاث روايات جميل آخر أعمالك يختلف تماماً عن كل الأعمال السابقة سواء في الموضوع الحبكة أو الفئة المستهدفة سر الطائر الذي فقد صوته وهي رواية موجهة الفتيان لماذا قرر محمد طرزي كتابة هذا النوع علماً أن الرواية تحمي الرسالة جميلة يحتاجها فتياننا فتياتنا بل كل شبابنا اليوم إذا أنت اطلعت على هذه الرواية هي فكرة قديمة يعني أنا أحببت أن يلطقي محمد الفتى بمحمد الكاتب لذلك الكاتب وهو شخصية واحدة شخصيات الرواية فؤاد نجرار إذا اطلعت عليها هو هو الكاتب يعني وهو في مثل سني تقريباً وهناك محمد الآخر هو شخصية كينان الذي يرغب في أن يصبح فؤاد يعني وهذا فهو أنا الفتى وأنا الكاتب بعد هذه السنوات أحببت أن ألطقي بنفسي وأجري مع نفسي هذا الحوار الذي يعني لم أكن محظوظاً بنفسي الكفاية أن ألطقي فعلياً حين كنت في سن كينان بفؤاد ما جاء وإلا كنت أخال أنني كنت قد تجاوزت الكثير من العقبات وأنجزت ما هو ما هو أفضل وأهم بوقت بوقت أقصى وبعد السياق عمد إلى كتابة هذه 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 الرواية للشتين وهناك وهناك سبب آخر حقيقة يعني مصدفة أنا طلعت على العديد من الأدب الفتيان الفئة العمرية التي توجهت لها لكتاب عرب يعني مميزين ومتميزين وهم ليسوا بالضرورة متخصصين في عدب الفتيان ولكن ما لم أحب في هذه الأعمال هو الركاكة المفتعلة يعني هم تعمدوا الركاكة تعمدوا أن يستخدموا طريقة في الكتاب على اعتبار أنهم يكتبون للفتيان شعرت من خلال قراءة هذه الأعمال وبعض هذه الأعمال يعني فاز بجوائز شعرت أن ثمت خطأ هنا أن الأصح هو أن لا نكتب عملا ركيكا على اعتبار نحن نتحدث مع الفتيان الفتيان أذكياء حين نتحدث عن فتى عمره 14 عاما أو 15 عاما هذا ليس فتى بمعنى كما نتصوره أنه سازج وليس سازجا أبدا خاصة إن كان يقرأ فنحن نتوجه إليه بلغة وأنت طلعت على النص بلغة بلغة معقولة بلغة يعني ترفع من مستواه يتطردع إليها ينظر إليها هي ليست لغة لغة الروايات الموجهة الكبار صحيح ولكنها يجرب أن لا تكون أيضا لغة بكيكة ولكن يمكن أن تكون رواية بسيطة يعني البساطة وهو كنه النص حتى كنه النص لأنني حين كنت في عمر كنان كنت يعني أفتش عن الكلمات الصعبة أعتقد أن الصعوبة هي الإبداع الصعوبة هي الإنجاز ولكن أنا أقنع أحاول أن أقنع أن أقنع كنان والذين يشبهون كنان أن الكتابة والكراءة الإبداع في الكراءة وفي الكتابة ليس متعلق دائما بالصعوبة وإنما يمكن أن تكون بسيط ولكن ولكن عميق في الوقت في الوقت نفسه فهذه هي الأسباب هذه الأسباب كل هذه الأسباب دفعتني إلى وضع هذه التجربة وهي تجربة أولى على كل حال صح أنا قرأت العمل كاملا استمتعت باللغة هي لغة فعلا اللغة بسيطة لا تنزل للركاكة طبعا التي تحدثت عنها في أعمال أخرى لكتاب آخرين رسائل عديدة في الرواية القراءة الإبداع الرسم كذلك رسائل للآباء على تحفيز أبنائهم على القراءة ونحن في حاجة في هذا العصر عصر التكنولوجيا استهلاك الهاتف بشكل مفرط كيف يرى محمد طرزي أو الطريقة التي نتعامل بها مع أبنائنا ومع الشباب بصفة عامة لنحببهم في القراءة يعني لست لست خبيرا في هذا الشأن كي أكون أكون واضحا لكن أحبنت في هذا الكتاب الصغير أن أشير إلى إلى أسماء معينة إلى إلى طريقة معينة في في الوصول إلى المعرفة لكن لا أستطيع أن أضع نظريات وأراء في كيفية دفع صراحة يعني أشعر بأنني أدخل إلى مجال يعني ليس ليس مجالي بعيدا مع بعض الشيء لكن وضعت بعض الحلول في الكتاب بالإشارة حين أشار كينان إلى صديقه الرصام بأن يقرق القصة صغيرة وقصة صغيرة يبدأ بقصة صغيرة وما يحب وهي طرق تعمل طبعا أنا أشارت الأشياء في الكتاب أشياء متواضعة يعني هذه ملاحظات بديهية لكن هناك أشخاص خلاثية ما الذين يعملون في مجال التربية وفي مجال تعنيم للصغار هؤلاء يمكنهم أن يعرفون الطفل أكثر منه يعرفون أو المراهر أكثر منه يعرفون كيف يمكن التعامل معه في هذا الشأن لذلك لا أريد أن أن أقحم نفسي وأن أنظر في هذا الشأن اكتفيت بالملحظات الصغيرة في هذا الكتاب أي أن الأساس هو أن يقرأ الطفل إذا اعتبرناه أيضا طفلا ما ما يرغب في قراءة يعني حتى وإن كانت هذه القراءة عبر الهاتف عبر الهاتف نفسه أو عبر أي وسيلة أخرى جميل جميل أستاذ محمد وصلنا الآن لفقرة هي فقرة بمثابة تقديم اقتراحات للمستمع والمشاهد فقرة ثلاثة في ثلاثة ثلاثة كتاب يعطيهم محمد ترزي الدرجة الكاملة نظير ما قدموه من أعمال عظب عالميين لك حرية اختيار نفضل العرب نفضل العرب بما أن البودكاست موجه لشباب العربي ونريد تحفيز الشباب على القراءة أو القراءة للكتاب العرب بدرجة أول لكن دعني أسكب دعني أسكب دعني أذكر إزابيل لندي على سبيل المثال وأنا أقرأ بعض قطورية هذه إزابيل لندي وأشير إلى مترجم عربي وهو مارك جمال يعني كأول كتاب أنا أحب إزابيل لندي ومارك جمال ترجم أعمالها بإبداع وبخفة وبلغة ثلثة جدا وبالتالي له أيضا يعني هو وإزابيل لندي نضعه في خانة واحدة وأنا أنصح بقراءات بترجمة يعني أنا وصلت إلى مرحلة أن وجد كتابا مترجما عبر عبر جمال أقطني الكتاب العرب وأنا كمهتم بالتخيل التاريخي مثلا أحب محمد المنسق نديل محمد المنسق نديل الروائي المصري من الكتاب الذين اثمتع بعماله وأيضا طبعا ربيع جابر ربيع جابر يكتب ببساطة أنا من أنصار البساطة يكتب بهذه البساطة الجميلة طبعا هو من الكتاب يعني التي يمكن الذين يمكن أن يقرأ المار كتبه جميعا بفترة قصيرة لأنها سهلة وسليسة وممتعة وعميق خاصة من باب المشاعة هؤلاء جميل من الكتاب إلى الكتب ثلاث كتب كان لعى الأثر الكبير على محمد طرسي الحب في زمن الكوليرا عرب كمان كتاب عرب أنا خذت لك لك حري الغذية الحب في زمن الكوليرا الحب في زمن الكوليرا أهميت أن هذا الكتاب يمكن أن يصلح كمدرسة للكتاب ليس فقط أن يقرأ من باب الكراءة وهو كتاب جميل وممتع وبسيط والثلث يعني أحيانا من يقرأ مائة عام من العزلة لمركيز أنا أحب مائة عام من العزلة لكن أحدث عن القارئ العادي لحظ أن أغلى القراء لم يحب القراء العرب مائة عام من العزلة فأنا أسمي الحب في زمن الكوليرا ككتاب أول أحب رواية حقيقة ديستوبيا أذكر حين قرأتها أبهرتني وعي لسرامالو رواية العمى وهي ديستوبيا جميلة جدا لأن ديستوبيا عمل صعب يعني أن تستطيع أن تصير ديستوبيا بهذه الكفاء وأسمي الراحل الكبير بهاء طاهر برواية واحة الغروب واحة الغروب أيضا كتبت برد نظر حتى عن الرسالة القوية التي حاول الكاتب أن يوصلها خلال حديثه عن الماضي وعن الأكار وعلاقة الإنسان العربي بصورة تنزية بماضي وأيضا بسم الشخصيات بها فأسكر ككتاب من ثالث واحة الوروب للراحل الكبير بهاء طاهر جميل وصلت لثلاثة الأخيرة ثلاثة حبارات مقتبسة من كتب لا تكاد تغادر ذهن محمد طرس ثلاثة اقتباسات هذا صحيح صحيح أستحضر يعني أستحضر ثلاثة اقتباسات أستحضر اقتباس مثلا لأدونيس الشاعر الثوري يقول سأتصرف قليلا أقصى الثجون أقصى الثجون هي تلك التي بلا جدران هذا اقتباس اقتباس آخر يعني من الصعوبة من الصعوبة أن تستحضر خارج الثياط يعني يمكن كل الحديث عن أي شيء كل الحديث أن تستحضر اقتباس من هنا واقتباس من هنا لنقول جبران مثلا يقول بين منطوق لم يقصد و منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحبة وهو اقتباس ثاني جميل وماذا نقول يعني حاول أن نتطلع على الكتب حاول لعلني أستحضر حربت من اجتياز المتحان تباس أحيث يعني الآن لا يحضرني ليس من السهل بمكان أن تستحضر ابتباسات بخارج سياقة يعني جميل وهذا أمر اكتشفته الآن يعني أنت إذا قرأت سر الطائر تجد الكثير من الابتباسات الآن أستحضر مثلا سراماكو حين تحدث عن المترجمين حيث قال أن المترجمين الكتاب يصنعون الأدب الأدب المحلي بلغتهم أما المترجمون فيصنعون الأدب العالمي لأنهم يعني خلال خلال السرد الحكي بيطلع بيطلع الأكتب أكتب أسنان شكرا محمد طارزي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء لكن قبل أن ننهي اللقاء أود أن أسأل أنت ذكرت في البداية أن هذه أعمال جديدة أريد أن تعطينا أن نبدأ عن أعمالك القادم نعم أنهيت أنهيت عمل جديد وهو العمل التاسع قد يرفضه أربما صدق حتى عن الدار العربية للعلوم أيضا اسمه ميكروفون كاتم صوت وبطبيعة الحال هو رواية للكبار ليس ليس بتخيل تنيخي إنما رواية وجدانية واقعية فيها الكثير من من لبنان وما يمر به لبنان وفيها الكثير ربما لأول مرة من السياسة أيضا على اعتبار أن لبنان بلد السياسة جميل رسالة يوجهها محمد طرزي إلى الشباب العربي الشباب العربي بشكل عام طلعنا نشوف إذا بتحدد السؤال يعني مثلا بأي بأي مجال هو كل ضيف هو كل ضيف نعم كل ضيف أستاذ محمد كل ضيف يختار الرسالة هي رسالة بودكاست كتب داد طبعا في إطار الكتاب في إطار القراءة في إطار الإبداع في إطار أننا نكتشف ما يمكننا فعله كشباب و والله يعني هي مش للشباب فينا نوجهها أو للشباب العربي بشكل عام فكرت أني أنا أوجه الرسالة بحسة عبء لأن أنا من الناس الذين ما ذالوا في مكان يستمعون إلى الآخرين كي يوجهوا إليهم رسالات معينة يحتذون بها فأخشى يعني أن أقع في محل معين أكون منظرا أو هناك الكثير الأشياء التي يمكن المرأة أن يقولها لكن ربما لست في هذا المكان كي أقول أو أبعث برسالة معينة أن يفعلوا كذا أو أن لا يفعلوا كذا فأجد نفسي مربكا في أقل جميل محمد نعتبر أن رسائلك للشباب هي في كتبك في رواياتك وصلنا لنهاية اللقاء شكرا محمد على تلبية الدعوة وأتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا الحواء بودكاست كتب ضاد هو مساحة للشباب الشغوف بالكتاب وأنت واحد من هؤلاء الذين سعدت باستقبالهم في حلقة من حلقات بودكاست كتب ضاد شكرا شكرا محمد على الاستضافة وأنا سعيد بهذه المنصة ولدي كامل الثقة بأنها ستصبح واحدة من أهم المنصات التي يتطلع الكتاب والكراء والمهتمين إليها وأنا سعيد جدا بأنك قد استضفتني واستمتعت جدا بهذه الحواء وبهذه الأسئلة التي تنم عن ذكا والفقافة شكرا لك شكرا لك مرة أخرى محمد طرزي عزيزي المستمع عزيزي القارئ كانت هذه حلقتنا السابعة من بودكاست كتب ضاد في انتظار الحلقة القادمة قم بتسجيلها أو بتسجيل الموعدة على مذكرتك تابع حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اشترك في قناتنا على يوتيوب وشارك الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب إلى اللقاء شكرا للمحمد شكرا للمشاهدة